بسم الله رب العين. كابتن نسامة تآهل مستحق النادي لأهلي ألف مبروك. الحمد لله من هنا احنا قلنا لأهلي أفضل بس احنا اللي كنا زنقنا نفسنا بنتيجة اتنين واحد وهي دي اللي صعابة مباراة النهاردة لغاية آخر ثانية في المباراة الكرة اللي اخرجها الشنوي. كل ده بسبب النتيجة اللي هي اتنين واحد. لكن انت كفرقة وعناصر ولعبة عندها خبرات. انت افضل. وحتى الشوت التاني اللي هم ابتدوا يضغطونا فيه. احنا اللي حطنا نفسنا في الضغط ده. سواء بتغييرات. كذا حاجة. اولا في تغييرات في توقيتات غريبة شوية. اول حاجة. هنكلم عليها فنيا لما نكلم عن تغييرات. بس هو واحدة تغييرات. ما هي تغييرات اربكت. اربكت كل شيء بنتراجع الورا. بنتراجع الورا. احنا كنا مسيطرين خالص على الشوت الاولاني في معظمه. وكنا قريبين للجون. وكنا متوقعين كده الشوت التاني. لكن الشوت التاني ان احنا نكمل ضغط دوت. والسيطرة في وسط الملعب. الشوت التاني انت متراجع قوي لغاية الشناوي. يعني لغاية اربع خمس خطوات من الشناوي. اللي احنا حزرنا مننا واساما. وانا اخر حاجة قلناها بقول. ما تلعبش في مساحة كبيرة. هو ده اللي حصل الشوت التاني. وديت الفرصة ان هما يضغطونا الشوت التاني. فانت ضغطوك. ضغطوك بكور طويلة. ضغطوك من على الاجباب. ضغطوك بكورنر. ايوة. بس انا اقصد انت شوية برضو. التغييرات مساعدتش شوية في ان الفرقة تستمر بنفس سيطرتها وقوتها. انت طبعا مش عايزنا نتكلم بوقت على التغييرات لكن. هنتكلم عليها. لكن انا بقول كانت سبب كبير. يعني جزء كبير منها. لانه فيه لعيبة كانت حالتها اقل طلعت. فضلت في الملعب. وفيه لعيبة كانت احسن طلعت. ويعني تغييرت ايمن اشرف برضو. ما كانتش مفهومة شوية. هنتكلم عن تغييرات. اه ماشي. اه ماشي. فالف مبروك طبعا الحمد لله. اه طبعا. الفوز مستحق. ونتيجة اللقائين يعني. صحيح. الفوز مستحق لنادي الله. صحيح.